دي كده مع بعض إن شاء الله ونشوف أول سؤال بيقول عندي إيه في السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة يبقى أنت عندك الأسئلة الموضوعية اختر الإجابة الصحيحة أو أكمل بالإجابة الصحيحة السؤال الأول بيقول لي إيه ده اللي تسين بتساوي تلاتة ناقصين لكل تربيع زائد اتنين تناقصية في الفترة كان ومدين اختيارات طيب أنا عشان أشوف بقى الاختيارات دي طبعا المفروض لأن أنا بحل طيب نشوف كده مع بعض دلة سين بتساوي تلاتة ناقصين لكل تربيع إيه علاقتها بالدلة الأصلية اللي هي دلة سين بتساوي سين تربيع لو أنا جيت قلت لك دلة سين بتساوي سين تربيع طب سين تربيع هتترسم إزاي عندي سين تربيع الرسمة بتاعتها احنا عارفينها اللي هي إيه رأس الدلة عنده نقطة صفر وصفر نقطة الأصل وبعدين تلاتة ناقصين لكل تربيع هي نفسها سين ناقص تلاتة لكل تربيع على اعتبار أن انت القوص ده مربع الأول زائد مربع التاني يعني السين هنا حتى لو إشارتها سالبة فأنا لما باجأ فكها بتبقى مربع التاني بإشارة مجابة فسواء تحطت في الأول أو في التاني نفس القيمة هي هي طيب الكلام ده معناه إيه؟ إن دلة سين بتسوي سين تربيع نقطة الأصل يا رأس الدلة لكن الدلة دي حاصلها إزاحتين إزاحت على محور سين بعكس الإشارة يبقى هتروح عند تلاتة مجابة وعلى محور صاد بنفس الإشارة هتطلع عند اتنين فلو أنا جي ترسم الدلة دي شكلها يبقى أعمل إزاي؟ همشي عند تلاتة مجابة دي واحد اتنين تلاتة هنا ومن هنا هطلع وحدتين في اتجاه صاد الموجب تطلع فوق هنا وصاد الاتنين ونبتدي نرسم الدلة طب الدلة دي القوص بتاعنا قدامه إشارة مجابة يبقى الدلة والشهل فوق زي كده نيجي بقى نشوف الدلة دي تناقصية فين وتزايدية فين وهقولك الوقت حاجة كمان نختصر بها الكلام ده طبعا الدلة هنا فيه فرع تناقصي اللي هو ده أهو وفيه فرع تزايدي اللي هو ده طب التناقصية بتقف لحد فين لحد سين بكام؟ بتلاتة طيب يبقى تناقصية من سالب مالا نهاية إلى تلاتة وقلنا نقطة اللي هي اللي بقف عندها بتبقى النقطة مفتوحة يبقى عندك هنا لو أنا جيت قلت لك الاختيارات هتبقى من كام بقى؟ تناقصية في الفترة كام؟ من سالب مالا نهاية إلى تلاتة مفتوحة يبقى أنت عندك هنا تعال شوف كده قادي الاختيار بتاعنا سالب مالا نهاية وتلاتة السؤال التاني نهاية الدلة دي لما سين تقول لما لنهاية؟ طبعا ما قرأتش الدلة لكن يهمني حتة إيه؟ أن النهاية لما سين تقول لما لنهاية إيه الفكرة بتاعتها؟ فكرة الدلة لما سين تقول لما لنهاية إذا كانت جاية في صورة بسط ومقام بنقسم على سين بأكبر قص في المقام خلاص كده؟ طي أنا ملاحظ إن الدلة لعندي هنا البسط تلاتة ألف سين قص ثلاثة والمقام في سالب اثنين سين قص ثلاثة يعني أكبر درجة فوقه تحت متساوية فكرة أنا قلت لك إيه في الكلام ده؟ قلت لك طالما سين تقول لما لنهاية جيب أنا بعمل إيه؟ بروح واخد أكبر قص في البسط أكبر قص في المقام واخد المعاملات وقسمها هيبقى عندك تلاتة ألف على سالب اثنين الناتج بيسوي كام؟ قال لك بيسوي ستة عشان أجيب قيمة ألف هضرب طرفين وسطين يبقى تلاتة ألف هتسوي سالب اثناشر اقسم تطلع ألف بكام بسالب اربع طيب شوف كده الاختيارات عندك هنا الاختيار مديني تمنتاشر اثناشر سالب اربع سالب ستة قلنا الاختيارها يبقى كام؟ احنا بعد ما حلناها طلعت ألف بكام بسالب اربع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة